أهلاً وسهلاً بكل متابعينا واللايف جديد على موقع صدر بلد تصريحات جديدة للفنانة حرية فرغالي بتحطها الحقيقة في مأزق مع جمهورها التصريحات دي عن قضية مقتل الطالبة نيرا أشرف واللي تكلمت عنها حرية فرغالي واتهمها جمهورها بأنها بتتعاطف مع القاتل وبتبرر جريمة القتل فيترى قالت إيه؟ وهل فعلاً تعاطفت مع القاتل ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم دلوقت الفنانة حرية فرغالي علقت على قضية مقتل الطالبة نيرا أشرف وقالت إن نيرا أشرف ومحمد عادل كانوا أصدقاء وكان دايماً بيساعدها في المذاكرة وهو كان بيحبها قبل ما تبقى موديل وبعد كده هي اتغيرت معاه حرية كمان قالت إنها سمعت رسالة للفتاة وهي بتقول للجاني أنا لقيت واحد أحسن منك وفي رجالة لما بتسمع الكلام ده بيوصل بهم الموضوع للأتل خصوصاً وإن محمد عادل كان صغير وما عندوش خبرة وفي كتير بيكون مريض بالغيرة لكن طبعاً ما يوصلش للأتل بالمنظر ده التصريحات اللي قالت هذه حرية فرغالي أثارت جدل كبير جداً بين الجمهور وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والبعض اتهمها بإنها بتتعاطف مع قاتل نيرا أشرف بحجة إنه كان سنه صغير وإنه ما عندوش خبرة لكن على طول أول ما سمعت الفنانة حرية فرغالي عن هذه الاتهامات ردت على الفور واستنكرت التصريحات الصحفية المنسوبة لها واللي بتقول إن هي تعاطفت مع القاتل بسبب إنه سنه صغير وما عندوش خبرات كافية وإن دافع الغيرة كان السبب وراء القاتل وفي تصريحات جديدة ردت حرية على كل الاتهامات اللي تم التوجهها لها يعني من قبل جمهورها ومن قبل كمان المواقع الصحفية وقالت إن المواقع الصحفية حرفت يعني قامت بتحريف الغرض من قصدها من الكلام لأن هي ما أظهرتش في تصريحاتها أي تعاطف نهائيا مع القاتل المدان بحكم محكمة الجنيات والمعترف على نفسه وقالت إزاي أتعاطف مع قاتل هو نفسه أقرب جريمته قدام العالم أجمع وأثناء محكمته حرية كمان كملت كلامها ودفعها عن نفسها وعن تصريحاتها وقالت إن الشاب أحب نيرها بشكل مرضي وأراد إن هو يمتلكها بأي طريقة ممكنة فإما إن هي تكون معاه أو تكون لي أو إن هو يقضي عليها وده اللي حصل بالفعل ولما ثبته أضى عليها فالجزاء العادل اللي جرمته الشنعاء هو الإعدام قضية مقتل الطالبة نيرها أشرف يعني الحقيقة إن هي دايما بتثير الجدل وبترجع لتاريخ 20 يونيو اللي فات وهدت العالم كله بعد ما أنزم لها محمد عادل بنحر رقابتها أمام بوابة كلية أداب جامعة المنصورة قدام الناس كلها وفي عز النهار وبأطرع تحرك قضائي في 6 يوليو اللي فات قضت محكمة جنيات المنصورة بإجماع الأراء بإعدام محمد عادل شنقن بعد وصول رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه وحكمة المحكمة بالإعدام شنقن لكن هيئة الدفاع عن محمد عادل بتقوم حاليا بإعداد مذكرة طعن عشان تطعن على الحكم استادر بحقه بالإعدام شنقن وتمهيدا إن هي تقدم هذا الطعن لمحكمة النقد وده طبعا قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والمفترض إن هي تنتهي في 5 من شهر سبتمبر المقبل الحقيقة نهاية الدفاع كمان بررت للقاتل سبب جريمته وقالت إن هو كان بيحبها وإن أراد إن هو ينتقم منها للي هي عملته معاه على الرغم من حبه لها والأيام اللي فاتت كان فيه حالة من الصدمة والحزن أصابت أهل الطالبة نيرا أشرف ضحية حادث المنصورة وأصابت كمان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وده بعد منتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثة نيرا أشرف وهي في المشرحة وتسبب الفيديو ده الحقيقة في غضب يعني كثيرين من اللي شافوا هذا الفيديو وطلبوا بمحاكمة المسؤول عن تسريب هذا الفيديو لأنه فيه انتهاك لحرمة الموتة وانتهاك لحرمة الفتاة نيرا أشرف والحقيقة كان يعني أجازة الأمن كان فيه تحرك سريع جدا منها وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة أدقاهلية أن هما يكشفوا هوية المتورد في تصوير جثة نيرا أشرف في المشرحة داخل استقبال مستشفى المنصورة العام القديم وأكد مصدر تبي أن تحقيقات موسعة حصلت مع استقبال المستشفى ومع طاقم التمريد وتم تحديد شخصية الممرضة اللي هي قامت باستقبال اللي هي بتعمل في استقبال المستشفى واللي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقع يوم الـ 22 يونيو اللي فات وتبين أن هي اسمها مونة وممرضة ومقيمة بمدينة السيمبل لوين الحقيقة أنه بتاقنين الإجراءات تم ضبط هذه الممرضة وتم تحرير محضر بهذه الواقع وبتصوير الفيديو وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ودي تقريباً كانت آخر التطورات اللي حصلت في قضية نيرا أشرف واللي علقت عليها الفنانة حرية فرغالي أو نقدر نقول واللي علقت عليها في الأول وتفهم مقصدها بطريقة طبعاً خاطئة فأعادت مرة تانية التعليق على هذه القضية وتوضيح مقصدها من التصريحات اللي قالتها عن نيرا أشرف وعن القاتل محمد عيدل ودي تقريباً متابعين مع حضراتكم كل جديد شكراً جداً لحضراتكم وإلى اللقاء